بسم الله الرحمن الرحيم الخلاصة من تفسير الطبري اختصره الدكتور عقيل بن سالم الشمري سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون هي حرف من حروف المعجم تدل على معاني كثيرة والقلم هو القلم المعروف غير أن الذي أقسم به ربنا من الأقلام القلم الذي خلقه الله تعالى ذكره فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة وما يسطرون أي والذي يخطون ويكتبون فهو قسم بالخلق وأفعالهم أو وسطرهم ما يسطرون فهو قسم بالقلم والكتاب ما أنت بنعمة ربك بمجنون مكذبا بذلك مشركي قريش الذين قالوا له إنك مجنون وإن لك يا محمد لثوابا من الله عظيما على صبرك على أذى المشركين إياك غير منقوص ولا مقطوع وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فسترى يا محمد ويرى مشرك قومك الذين يدعونك مجنون بأيكم المجنون إن ربك يا محمد هو أعلم بمن ضل عن سبيله كضلال كفار قريش عن دين الله وطريق الهدى وهو أعلم بمن اهتدى فاتبع الحق وأقر به كما اهتديت أنت فاتبعت الحق فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تطع يا محمد المكذبين بماء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم ولا تطع يا محمد كل ذي إكثار للحلف بالباطل ضعيف مغتاب للناس يأكل لحومهم مشاء بحديث الناس بعضهم في بعض ينقل حديث بعضهم إلى بعض بخيل بالمال ضنين به عن الحقوق معتد على الناس ذي إثم بربه جاف شديد في كفره ليس يعرف من أبوه أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم ولا تطع كل حلاف مهين من أجل أنه ذو مال وبنين إذا تقرأ عليه آيات كتابنا قال هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند الله سنكويه على الخرطوم وسنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون إنا بلونا مشركي قريش فاختبرناهم كما امتحنا أصحاب البستان إذ حلفوا ليجدن ثمرتها إذا أصبحوا ولا يقولون إن شاء الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطرق جنة هؤلاء القوم ليلا طارق من أمر الله وهم نائمون فأصبحت جنتهم محترقة سوداء كالليل الأسود فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَغَدَوْا عَلَى حَرْضٍ وَاَمْتَوْا عَلَى حَرْضٍ فَاَمْتَيْنَتِ بَعْضُهُمْ بَعْضٍ فَمْتَيْنَا عَلَى حَرْضٍ وَهَرْضٍ لا يدخلن جنتكم اليوم عليكم مسكين وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه واستسروه بينهم قادرين عليه في أنفسهم فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون فلما صار هؤلاء القوم إلى جنتهم ورأوها محترقا حرثها أنكروها وشكوا فيها هل هي جنتهم أم لا فقال بعضهم لأصحابه ظنا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم وأن التي رأوها غيرها إنا أيها القوم لضالون طريق جنتنا فقال من علم أنها جنتهم وأنهم لم يخطئوا الطريق بل نحن أيها القوم محرومون حرمنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وقال أعدلهم هل لا تستثنون إذ قلتم لنصرمنها مصبحين فتقولوا إن شاء الله قال أصحاب الجنة سبحان ربنا إنا كنا ظالمين في تركنا الاستثناء في قسمنا وعزمنا على ترك إطعام المساكين من ثمر جنتنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فأقبل بعضهم على بعض يلوم بعضهم بعضا على تفريطهم فيما فرطوا فيه من الاستثناء وعزمهم على ما كانوا عزموا عليه من ترك إطعام المساكين من جنتهم قال أصحاب الجنة يا ويلنا إنا كنا مخالفين أمر الله في تركنا الاستثناء والتسبيح عسى ربنا أن يبدلنا خيرا من جنتنا بتوبتنا من خطأ فعلنا الذي سبق خيرا من جنتنا إنا إلى ربنا راغبون في أن يبدلنا من جنتنا إذ هلكت خيرا منها كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم كفعلنا بجنة أصحاب الجنة فعلنا بمن خالف أمرنا وكفر برسلنا في عاجل الدنيا ولعقوبة الآخرة بمن عصى ربه وكفر به أكبر يوم القيامة من عقوبة الدنيا وعذابها لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنيا لارتدعوا وتابوا وأنابوا ولكنهم بذلك جهال لا يعلمون إن للذين اتقوا عقوبة الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه عند ربهم بساتين النعيم الدائم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفنجعل أيها الناس في كرامتي ونعمتي في الآخرة الذين خضعوا لي بالطاعة وذلوا لي بالعبودية وخشعوا لأمري ونهي كالمجرمين الذين اكتسبوا المآثم وركبوا المعاصي وخالفوا أمري ونهي كلا ما الله بفاعل ذلك لا تسووا بينهما فإنهما لا يستويان عند الله بل المطيع له الكرامة الدائمة والعاصي له الهوان الباقي أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ألكم أيها القوم بتسويتكم بين المسلمين والمجرمين في كرامة الله كتاب نزل من عند الله أتاكم به رسول من رسله بأن لكم ما تخيرون فأنتم تدرسون فيه ما تقولون وتخيرون من الأمور لأنفسكم هل لكم أيمان علينا بأن لكم حكمكم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين سل يا محمد هؤلاء المشركين أيهم بأن لهم علينا أيمانا بالغة بحكمهم كفيل به ألي هؤلاء القوم شركاء فيما يقولون ويصفون من الأمور التي يزعمون أنها لهم فليأتوا بشركائهم في ذلك إن كانوا فيما يدعون من الشركاء صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يبدو عن أمر شديد ويدعوهم الكشف عن الساق إلى السجود لله تعالى فلا يطيقون ذلك تغشاهم ذلة من عذاب الله وقد كانوا في الدنيا يدعونهم إلى السجود له وهم سالمون لا يمنعهم من ذلك مانع ولا يحول بينه وبينهم حائل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين كل يا محمد أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إلي سنكيدهم من حيث لا يعلمون وذلك بأن يمتعهم بمتاع الدنيا حتى يظنوا أنهم متعوا به بخير لهم عند الله فيتمادوا في طغيانهم ثم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون وأنسأ في آجالهم ملاوة من الزمان إن كيدي بأهل الكفر قوي شديد أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين بالله على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق ثوابا وجزاء فهم من غرم ذلك الأجر مثقلون قد أثقلهم القيام بآدائه أعندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن فهم يكتبون منهما فيه ويجادلونك به ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين فاصبر يا محمد لقضاء ربك وحكمه فيك وفي هؤلاء المشركين بما أتيتهم به من هذا القرآن وهذا الدين وامضل ما أمرك به ربك ولا يثنيك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم إياك وأذاهم لك ولا تكن كالذي حبسه الحوت في بطنه وهو يونس بن متى صلى الله عليه وسلم فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك كما عاقبه فحبسه في بطنه إذ نادى وهو مغموم قد أثقله الغم وكظمه لولا أن تدارك صاحب الحوت نعمة من ربه فرحمه بها وتاب عليه من مغاضبته ربه لنبذ بالفضاء من الأرض وهو مليم فاصطفى واختار صاحب الحوت ربه فجعله من المرسلين العاملين بما أمرهم به ربهم المنتهين عما نهاهم عنه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا يا محمد ينفذونك بأبصارهم من شدة عداوتهم لك ويزيلونك فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظا عليك لما سمعوا كتاب الله يتلى ويقول هؤلاء المشركون الذين وصف صفتهم إن محمدا لمجنون وما محمد إلا ذكر ذكر الله به العالمين الثقلين الجن والإنس الخلاصة من تفسير الطبري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر